موسيقى أول شيء تنحيي مشاهدي ومتابعي لدوز بوائما بالنسبة للمباراة دي المغرب والجزائر فطبعا الكل كان متخوف من هذه المباراة دي لأنه مباراة قبل الأوان ديالها لأن هذه المباراة دي مفروض تكون نصف نهاية أو نهاية خصوصا القيمة ديال المنتخب الجزائري وكذلك المنتخب المغربي ولكن قدر الله ما فعله ما فعل بالنسبة للمباراة ستكون مباراة نارية مباراة صعبة على الطرفين ربما المنتخب المغربي يستفد شيئا ما في هذه المباراة أول شيء لأن المدرب حسين عموتة استطاع راحة مجموعة من لاعبين تقريبا الفريق كله في المباراة الأخيرة وبالتالي يعني غير خلال المباراة يعني بالنسبة لي أقل بدنية ويعني في راحة يعني ملتاح أكثر بالنسبة للمنتخب الجزائري فأعتقد أنه المباراة اللي لعب مع مصر كان يعني كان يعني كان يهضر فيها مجموعة ديال الطاقة والجهد مباراة يعني شاهدناها كان فيها استنزاف كبير إيقاع مرتفع لأن لا مصر لا الجزائر يعني حاولوا في ذلك المباراة بشي يتفادوا المنتخب المغربي وبالتالي كانت ديك القوة القتالية الأخيرة أعتقد أن هذا ربما ربما غير يكون عنده تأثير في هذه المباراة في هذه المباراة أعتقد أن المنتخب المغربي غير يلعب بنفس التشكيلة اللي بدأ بها كأس العرب طبعا علاش لأنه عموته منذ سنوات وهو يشتغل مع هاتشكيلة هذه هاتشكيلة طبعا تعودنا عليها يعني في الكان السابقة لعب بها عدد كبير من المباراة وبالتالي هاتشكيلة أصبحت يعني أكثر تكامل وأكثر انسجام بيناتها وهذا هو المهم في كرة القدم أن كم يتتوصل بواحد المجموعة أنهم تتفاهموا بيناتهم بلا يعني بلا ما يشوف صاحبه تعطيه الكرة كما تنقولوا ببلغة الكويرية طبعا تنتوقعوا أن زنيتي غيكون حارس في الحراسة غيكون الشيبي اللي يظهر وبين واحد مستوى كبير في هذه البطولة وربما من نجوم هذا كأس العرب وربما حتى أنه حصل على المكان دياله مع المجموعة اللي غتشارك في الكان في الكامرون 2021 كذلك النهيري اللي خدا واحد الخطوة على المساوي في الجهة اليسرى لأنه كناتن توقعوا المساوي في البداية ولكن النهيري كان عنده حضور قوي لعلى المستوى الدفاع والمستوى الهجومي بضربانون طبعا ما لا داعية لذكره لأنه هو العميد وهو تقريبا لتسير هالدفاع الخيار غير بقى دائما بين البوفتيني ومروان سعدان وربما أشرف داري ولكن أنا أعتقد أنه غير حافظ على بضربانون مع مروان سعدان لأنه مبجوجهم لتقدروا يخرجوا بالكرة من الخلف وإحنا يمحتاجين المدافعين لما تطوعوش يعني ما تلعبوش اللعب المباشر يعني يتحاولوا باش يخرجوها وبالتالي هدو عندهم هدو الإمكانيات الفنية في الواسط نعتقد أنه جبران والقيرتي والقيرتي أظهروا على مستوى كبير يعني يتحكم في الكرة كانوا يمشوا يجيبوا الكرة من الدفاع وتحولوا الهجوم طبعا نظن يكونوا عندهم أحد دور كبير في هذه المباراة هذه بالنسبة للحافظة هو صانع ألعاب وانا تنقول بصراحة أنه عنده المكان دياله في الفريق الأول يعني مشير الهديف يعني عندها لي لو جيتس لأنه محتاج لصانع ألعاب وبين في هذه البطولة هذه حافظة أنه عنده المستوى الكبير باش يمكنه يسير إقاع ديال المباراة ويعطي يعني تمريرات حاسمة في الأطراف طبعا الجهة اليومنا غيكون غالبا سأسمعي الحداد لأنه فوزير في المباراة الأخيرة ما ظهرش في ذاك المستوى اللي كنا توقعوه طبعا أشرف بن شرقي سيكون خيار بينه بن راحيمي ولكن مدم أنه راحيمي لعب مباراة كاملة في المباراة الأخيرة فأعتقد أنه أشرف أشرف بن شرقي هو اللي سيكون يعني تنقوله عموما نفس تشكلة اللي تعودنا نشوفوها وهالتشكلة هذه أعتقد أنه عند النسجام عند التجانوس مفاهمين حافظين الطريقة ديال اللاعب حافظين لسيركوي أوفنسيف يعني أنا ماشي سهلت من الفرقة ولكن هذه الفرقة يعني هي اللي أعطت الصورة الأولى الإيجابية واللي خلات الخصوم كلهم يخافوا من منتخب المغربين والمنتخب الجزائري أعتقد أنه منتخب قوي كنت أن تبقعه ويمصل أدوار بعيدة لأنه عنده لعبين من مستوى عالي عنده المهاجم بغدادة بنجاح أتمنى يعني ما يلعبش ولكن ربما غير يلعب لأنه كانت عنده إصابة ويمكن تشافه عندهم البليلي اللي لاعب قوي يعني وسط ميدان قوي عندهم الإبراهيمي يعني أنا تندويلك على اللاعبين المؤثرين في هذا المنتخب إبراهيمي كذلك على مستوى الهجوم عندهم المزياني عندهم طبعا بود بكا عندهم يعني تهمة عندهم أسماء وأكثر من هذا أنه خمسة ولستة اللاعبين من الفريق اللي غير لعبوا معه تلعبوا معه بالماضي في المنتخب الأول بعكس المنتخب المغربي اللي تلعب ما تلعب مع المنتخب الأول وبالتالي الخبرة كينا الكفاءة كينا وكذلك الانسجام اللي تلعبوا مع المنتخب الأول رسميا يعني أنهم سيجيبوا تلك الطريقة اللعب ديالهم أنا تنظن كذلك بالنسبة دوين على عموتة ونقدون دوين على بوغرة أعتقد أن هذه المباراة هذه اللي سيسيرها ما شهو بوغرة لأن بوغرة ما عندوش يعني الكفاءة والخبرة والتجريبة بحل عند عموتة عموتة يعني صال وجل حصل هالألقاب درب يعني لعبين من مستوى من العيار كبير يعني نتفكرون منهم مدري بارسولون حاليا نرى لعب ريال يعني فأعتقد أنه ضروري سيكون حضور بالماضي إما سيكون عبر التواصل مع المدري ربما هو الخطار ربما هو الذي سيدي الكوتشينج يعني الكوتشينج هو التغييرات التي تدار في وقت المباراة أعتقد أن ما سيكون حاضر في هذه مباراة يعني سيكون مواجهة غير مباشرة بين عموتا وبالماضي المدري المعروف تبارك الله الذي حصل على كأس إفرقية الأخيرة فتنظن لديهم المؤهلات لكي يمكن أن يخلق بعض المتاعب المنتخب الوطني وعموتا أنا أعرفه كثير لأن كان حصلي الشرف أن أشرف على تدريب عموتا مع السد القاطري في البداية في الخليج العربي ومن بعد منا استمر مع السد حتى أصبح مساعد مدري ومن بعد منا أصبح مدري من بعد منا جاء المغرب وأخذ الويداد البيضاوي وفاز معه بالدوري وفاز معه بكأس إفريقيا كذلك أخذ المنتخب محليين يعني وفاز معه بكأس الشان يعني هذا المدريب من الميزة لأنه أول شيء لاعب كلاعب يعني كان لاعب كبير وكمدريب متقف لأنه ما ننسو أنه عنده المسترز في معهد موري رشيد يعني حصل على المسترز فهو متقف وكذلك هو هادئ يعني مدريب هادئ يعني تستعمل وسائل حديدة في التدريب تدي الفيزيوناج تدي الفيديو عنده مستشارين دياله أنا شفت أنه زاد مع هشم الدميعي يعني أنه عزز التقام المساعد دياله بخبرات باش يمكن يعني يبلور هذا العمل دياله في الملعب كذلك هناك انضباط كبير لدى المنتخى وشفنا الحديثة مع حارس مرمى الويداد حارس مرمى الويداد اللي أبعده يعني رغم أنه كان تم استدعاء المنتخب الأول معها ولكن هو يعني استمر في يعني المحافظة على المجموعة دياله اللي تتق فيها وتنشوف على كين ضيباط لف الفندوق لف الملاعب ما كين هكذا الفرحة الزائدة ما كين ش نقاش كين عامد فارق كين جنج لثلاثة ديال اللاعبين اللي تنعتبر هم يعني هم اللي تسير مستودع الملابس هم اللي تنشوفوهم تسير داخل الملعب عندنا فكل خط لعب عندنا بدربانون عندنا جبران عندنا الحافظة يعني عندنا مجموعة ديال هاد اللاعبين هم اللي تسير وما اللي توصلوا التعليمات ديال المدريب باش يفقى الهدوء وما يخرجوش على النسق اللي يشتغلوا عليه يعني لتهيئ المباراة وكذلك باش يفقى وحد النوع ديال التواصول مع الغير المباشر مع المدريب فجأني المنتخب الأردوني يعني هنا بالنسبة المفاجأة ممكنش نتكلم عن المفاجأة بالنسبة للمنتخبات إفريقيا يعني الإفريقياء تنعرف المغرب تنعرف الجزائر تونس مصر يعني هدو منتخبات يعني ما شاء الله صالوا وجالوا في إفريقيا نحن تنتكلم على المنتخبات الأخرى يعني تنتكلم على المنتخبات الأسيوية العربية اللي عرب أسيا بحال تيقولوا قطر طبعا قدمت يعني العلامة الكاملة في الدور الأول أعتقد عند المؤهيات كما قلت النصف النهاية بالنسبة العمان كان مفاجأة كبيرة يعني لأن عمان لا يوجد إمكانيات لديهم دور قوي لا يتعدى المجموعات في أسيا اللاعبين لا يجلبوا محترفين كبار لأن الإمكانيات المالية للعمان والاتحاد العماني ليس كبيرة كبيرة وبالتالي وصلوا لهذا الدور بالنسبة لهم إنجاز منتخب الأردن في طور البناء يعني المدرب الجديد العراقي حمد يلا وصل وصرح بها أنه في إطار بناء فريق قوي وجودهم في ربع النهاية يعني معقول ومقبول ولكن المفاجأة طبعا كما تنقول هو منتخب عمان تواجد في ربع النهاية يعني كان مفاجئ كما تنسى الجمهور لأنه هو الملح ديال 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 أعتقد أن هاد البطولة هاد ناجحة بكل معايير لاحظنا على أنه جميع المباريات كان فيها جمهور كبير آآ الجمهور الجزائري المغربي التونسي يعني يعني الجالية الأردوني يعني المقيمين هناك جمهور مقيم في قطر هو اللي يعني ذيك الكتافة اللي كانت كانت تشجيع كان يعني أغاني يعني تتخص المنتخبات كانت فرحة يعني زيادة على اللعب داخل الملعب فكنا شفنا على أن الجمهور اللعب الدور ديال والدور المطلوب منه نتمنى أنه في الأدوار المقبلة يحضر بكتافة لأن كان كرة القدم مستوى العالي لأن التلعب لا يخذ لهم لأن نعطاه واحد طابق كرة جيد ولكن هذا طابق الكرة جيد بحل لم يكن الملحة والملحة الكرة القدم هو الجمهور من هنا تنحيي جميع الجماهير لحضرات سيأتي أكثر ربما في مباراة الجزائر والمغرب ربما في مصر لأن اليوم قاعد الجماهير المقيمين سيحضروا ربما المباراة النهائية لا تفجأوا إذا كانت 70 أو 80 ألف متفرج حضراء في المباراة النهائية وكلما أخير تنقول أن بالنسبة المنتخب المغربي للمباراة التلعب على الجزئيات سيكون حضور جماهير كبير أتمنى أن سيضل العامل الرياضي سيأخذ سبغة على العامل على العامل يعني أن الجماهير تتلع تكون كتلة واحدة شعب واحد لغة وحدة ثقافة وحدة خوا خوا يعني هذا خوا خوا اللي تنقول ورينا نشوف ها في الملعب لا نريد أن نكون منافسة أو حواج لا نريد هذه المباراة سنعطي صورة كمغرب وكجزائر للعالم أن نحن رغم يعني كين بعض نزاعات سياسية كين بعد ولكن كرة القادم تتقاب وحدة نتمنى أن الجمهور اللي غيكون حاضر غيحترم هذا المنطق وأن غي غي يشجع كتلة واحدة وأن اللي يعني فاز غين بيركوله واللي ما ما تأهل شان غن نتمنى تأهيل في كأس العرب المقبيلة شكرا شكرا شكرا